اشتركوا في القناة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية على عمق ومتانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقتين التي تمتد إلى سنين طويلة جدا مقدمان التهنيئة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعينه رئيسا لمجلس الوزراء وتمنياته بالسكمال جهوده السابقة لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لبناء حياة أفضل للشعب البحريني الشقيقة وعبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن سعادته بإنشاء هذا المجلس وإسهامه بشكل فعال ومثمر في تعزيز أواصر العلاقة والأخوة بين البلدين الشقيقين وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين حفظهم الله من اهتمام بالغ بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى أفاق أكثر شمولا والنظر إلى هذا المجلس إلى أنه المظلة التي يتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بالمسؤولية للتعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية ما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان السعود أن التوجيهات السديدة أفضت ولله الحمد إلى تحقيق نتائج مثمرة على كافة الأصعدة معبرا عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتواجه البلدين والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما والاستقرارهما مواربا عن الثقة أن هذا الاجتماع الذي سيتم فيه إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس سيمهد لانطلاق أعمال لجانه وعرض نتائجها في اجتماعات مقبلة مقدبا الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي أعضاء المجلس على الجهود المفذولة للأعداد لهذا الاجتماع من جانبه قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نثمن عاليا قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله برفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني وترحي بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه بقرار رفع مستوى التمثيل وهو ما يؤكد بأن قواعد ومنطلقات التعاون والتكامل والترابط تحظى بعناية خاصة واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة وأخيه الملك حمد بن عيسى حفظهم الله ورعاهم كما أشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالجهود الطيبة التي يبدلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود وحرصه المستمر على زيادة التعاون والتنسيق الثنائي تعزيزا للتكامل في كافة المجالات وبما يحقق مزيدا من الانجازات لنماء والزهار البلدين الشقيقين وأبنائهما وأضاف سموه أن ما يجمع البحرين بالسعودية من علاقات ترتكز بثبات دائم بعون الله وتوفيقه على أسس قوية تاريخية راسخة من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك التي صنعها الأجداد بوحدة مواقفهم في مختلف الظروف ونحن اليوم بإذن الله من خلال أعمال هذا المجلس سنحرص على مواصلة هذا النهج بالتلاحم ذاته ذاته بعزيمة متجددة دائما لتأسيس ورسم ملامح حاضر ومستقبل واعد مستندين إلى ما يجمعنا من أواصر متينة ومصير مشتركة كما أكد سموه بأن إنجازات المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين المتعاقبة والتي أنجزت بعزم وعطاء أبنائهما يدفع لتعزيز العمل المشترك لاستدامة اقتصادنا على أسس التنافسية والعدالة والانفتاح وتمكين بيئة تكافؤ الابداع والابتكارة وتخلق فرصا واعدة للازدهار بعد ذلك أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن صادق تمنياته بأن تتكلل أعمال هذا المجلس التنسيقي بالتوفيق والنجاح ومزيدا من المنجزات للبلدين الشقيقين واستعرض الاجتماع جدول أعمال المجلس وآليات تشكيل اللجان الفرعية التابعة له بما في ذلك المواضيع ذات الأولوية لعمل اللجان وتم خلال الاجتماع اقرار تشكيل لجان فرعية للعمل على المواضيع والمبادرات التي يقرها مجلس التنسيق المشترك وهي لجنة التنسيق السياسية والدبلوماسية لجنة التنسيق الأمني لجنة التنسيق في مجالات التجارة والصناعة لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية صاحب السمو الملكي الأخ الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد رئيس مجلس وزراء في مملكة البحرين أصحاب السمو والمعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أولا أن أهني سموكم على تعيينكم رئيس مجلس وزراء وبلا شك أن سموكم خير من يتولى هذه المسؤولية والتي ستمكن سموكم من استكمال الجهود التي قمتم بها في السابق لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 20-30 لبناء حياة أفضل للشعب البحرين الشقيق ويصرني في بداية اجتماعنا أن أؤكد على عمق ومتانة العلاقة بين بلدين الشقيقين التي تمتد إلى سنين طويلة جدا وأن أعبر على سعادتنا بإنشاء هذا المجلس الذي نثق بأنه سيسهم بشكل فعال ومثمر في تعزيز أواصل العلاقة والأخوة بين بلدين الشقيقين ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أستحضر ما يوليه سيدي خاد المحرمين الشريفين وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهم الله من اهتمام بالغ للدفع بعلاقتنا الثنائية إلى أفاق أكثر شمولا ونحن الآن ننظر إلى هذا المجلس على أنه المظلة سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين بلدين الارتقاء بالمسؤولية للتعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في مجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين إن التوجيهات السديدة أفضت والله الحمد إلى تحقيق نتائج مثمرة على كافة الأصعدة وفي هذا الخصوص نود أن نعرف عن ارتياحنا للتنسيق الوثيق بين بلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تتواجه المنطقة والتتواجهنا والمحافظة على مصالحنا وأمننا واستقرارنا ونحن على ثقة أن هذا الاجتماع الذي سيتم فيه إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس سيمهد لإنطلاق أعمال إجانا ونتائجها في اجتماعاتنا المقبلة وفي الختام أشكو سموكم وصحاب المعالي أعضاء مجلس من بلدينا على الجهود المبذولة في الإعداد هذا الاجتماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أخي العزيز والغالي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أثمن عاليا قرار جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وترحيب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لرفع مستوى التمثيل لهذا المجلس كما أشيد يا صاحب السمو الملكي بجهودكم الطيبة وحرصكم المستمر على زيادة التعاون والتنفيق الثنائي إنما يجمع البحرين بالسعودية من علاقات ترتكز بثبات على أسس قوية صنعوها الأجداد بوحدة مواقفهم في مختلف الظروف ونحن اليوم بإذن الله من خلال أعمال هذا المجلس سنحرص على مواصلة هذا النهج لتأسيس قاضر ومستقبل واعد إن إنجازات المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين المتعاقبة والتي أنجزت بعزم معطاء أبنائنا يدفعنا لتعزيز العمل المشترك لاستدامة اقتصادنا على أسس التنافسية والعدالة والانفتاح وتمكين بيئة تكافئ الإبداع والابتكار وتخلق فرصا واعدة للإزدهار نسأل الله التوفيق والسداد لأعمال هذا المجلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة